استدعت السلطات القضائية عددا من المسؤولين للتحقق في الشبهات التي أثيرت حول مشروع الخندق الأمني الذي أنشئ غربي كربلا إضافة إلى متهمين بملفات فساد أخرى بضمنها مقالع الرمل وملف الجباية وعقد شركة التنظيفات الجهات القضائية امتنعت عن ذكر أسماء وصفات المتهمين فيما بيّن مسؤولون متابعون للتحقيقات إن الإجراءات المطولة تؤخر من حسم بعض الملفات هذه المواضيع الذي حول المحمد المحافظة في الفترة الأخيرة هو أخذ مسيره في القضاء نحن لم تردنا النتائج أعتقد الفترة قريبة قصيرة القضاء يأخذ وقت كثير ملف الخندق نحن قمنا بتشكيل لجنة تقصي في مجلس محافظة وخرجنا بنتائج وكان أيضا هناك تحقيق إدارة في المحافظة بعض المسؤولين خرجوا بكفالة مالية وصلت إلى 500 مليون دينار في وقت يشدد فيه معليون على ضرورة اتخاذ قرارات رادعة بحق ممن تورطوا بملفات الفساد خاصة وأن التصدي لمن يوصفون بحيتان الفساد بات صعبا في ظل التأثيرات على الجهات القضائية إذا استمر الأمر هكذا وعدم العمل بشفافة ومهنة عالية فتبقى الضغوط السياسية ولا ننجز أي مشروع لمحافظة كربلة على سبيل المثال المقالع المقالع هناك 100 مقلع متجاوز تم حسم 30 دعوة ولكن عندما يغرم صاحب المقلع 500 إلى مليون ويطلع بكفالة ثاني ومهم أن يرجع إلى المقلع ولا يوجد قانون رادع ومع انتظار الشارع الكربلائي لنتائج التحقيقات وإكمال فتح الملفات الأخرى من قبل قاضي النزاهة سهيل نجم تفاجأ مراقبون بقرار نقل القاضي إلى جهة أخرى فيما خرجت الأوساط الشعبية بتظاهرة اتهمت فيها شخصيات نافذة وراء نقل قضاة النزاهة نطالب كتنسيقية كربلاء في كربلاء بتعيين قاضي للنزاهة خاص بكربلاء لا يتم نقله ويارد أن يكون القاضي الذي نقل إلى الشخصية اللي هو سهيل نجم هذا الشخص العادل الذي بدأ بفتح هذه الملفات نريده أن يعود إلى النزاهة والتحقيق بهذه الملفات وعدم إغلاقها من قبل أي جهة مسؤولة في كربلاء أربعة قضاة تحقيق تم تغييرهم خلال عام واحد الأمر الذي يجعل من متابعة وحسم ملفات الفساد صعبا مع وجود ضغوطات سياسية عقب كل مرة يتم فيها استدعاء شخصيات متنفذة أو مسؤولين للتحقيق بحسب مراقبين من كربلاء ميثم الجناحي الحرة ترجمة نانسي قنقر